بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة التي تعتبر من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى سنقرأ معا هذا الحديث الشريف أيها الأحبة ثم نتأمل هذه الأعمال الرائعة التي يمكنك أن تقوم بها أخي الحبيب قبل فوات الأوان يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة معظم الناس للأسف منشغلون منغمسون في هذه الدنيا غافلون عن الفوائد العظيمة التي تنتظرهم هي عشرة أيام فقط عشرة أيام أقسم الله بها قال سبحانه وتعالى والفجر وليالي عشر ولكن أنا كمؤمن ماذا يمكن أن أفعل؟ أخي الحبيب ينبغي أن تبحث عن أحب الأعمال إلى الله نحن علمنا أن هذه الأيام العشر هي الأيام المحببة إلى الله عز وجل ولكن ما هي الأعمال التي يحبها الله كثيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بذكر الله لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا ولذكر الله أكبر إذن أكبر عمل يمكن أن تقوم به هو ذكر الله لأن الذكر أيها الأحبة يهديك لأعمال البر الذكر عندما تذكر الله وعندما تسبح الله وتعظم الله وتنزه الله سبحانه وتعالى وتحمد الله عز وجل وتكبره كثير من الناس يقول الله أكبر الله أكبر ولكن لا يستوعب معنى هذا لا يطبق هذا الكلام في حياتي أنا أريد أن أرى معنى الله أكبر يتجلى في حياتك أخي الحبيب عندما تقول الله أكبر يجب أن تختفي كل الهموم والمشاكل من حياتك لأن الله أكبر من مشاكلك الله أكبر من حالتك الضيقة الله أكبر من مرضك الله أكبر ممن يمكن أن يؤذيك أو يحسدك أو ممكن أن يضرك ولا يضر ولا ينفع إلا الله طبعا لذلك أنت عندما تجد معنى الله أكبر يتجلى في سلوكك اليومي سوف تبحث أوتوماتيكيا عن العمل الذي يحبه الله أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق الصلاة على وقتها إذن إذا كنت لا تصلي التزم هذه فرصة أخي الحبيب للالتزام بالصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها انتبه معي أيضا أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله إذن الصلاة رقم واحد والصلاة طبعا ما هي الصلاة هي الذكر هي قراءة القرآن وهو الذكر وفيها التسبيح وفيها حمد الله وفيها التكبير إذن كل العناصر التي أمرنا النبي بها التكبير والتسبيح والتحميد حمد الله يعني موجودة في الصلاة فهي أعلى وأعظم عمل يمكن أن تقوم به فإذا كنت تارك للصلاة ابدأ منذ الآن إذا كنت تنتظر فرصة لتبدأ الصلاة ابدأها الآن في هذه الأيام العشر والله سبحانه وتعالى سيثبتك وسيجعلك تتذوق لذة وحلاوة هذه العبادة الرائعة التي ستغير حياتك بالكامل ولكن بشرط أن تطبق في حياتك معنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل شيء عندما يضيق الرزق وتقول سبحان الله يجب أن يكون في داخلك إحساس أن الله عز وجل قادر أن يرزقني يعني تقول أنزه الله عن الضعف أنزه الله عن عدم القدرة على رزقي الله قادر أن يرزقني بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إذن ذكر الله والصلاة هو العمل رقم واحد الذي يجب أن تحرص عليه في هذه الأيام العشر أخي الحبيب من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين وبر الوالدين أيضا يضم حوله صلة الرحم ولو بكلمة ولو بتليفون ولو برسالة تطمئن على الناس على أقاربك على أهلك على جيرانك على من حولك حتى الجار النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامه على الأقل أكرمه بكلمة قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولو بكلمة ولو برسالة أطمئن عليه إذن صلة الرحم أيها الأحبة من ثمراتها أولا أنها تطيل العمر والأعمار محددة ولكن هناك أسباب طبعا قدرها الله أنها تكثر الرزق صلة الرحم يكثر الرزق ويطيل العمر ويمنحك السعادة إذن عندما تصل الرحم أنت تطبق عملا يحبه الله كثيرا فإذا كنت مثلا قطعت رحما ما صله الآن فرصة هذه فرصة ستنتهي مع اليوم العاشر وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده بالخير علينا وعليكم وعلى جميع العالم الإسلامي العمل الثالث الذي يحبه الله كثيرا أخي الحبيب ومعظمنا يغفل عنه الله تعالى يقول انتبه معي ومن أحسن قولا ما هو أحسن قول الله يخبرنا ما هي أحسن كلمة يمكن أن أتكلم بها أنا أحب في هذه الأيام أن يكون كلامي كلاما يحبه الله ما هو أحسن كلام يمكن أن أنطق به القرآن يجيب يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إذن الدعوة إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذن العمل رقم واحد هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله اليوم أخي الحبيب أنت تستطيع برسالة على واتساب بمشاركة معلومة عن القرآن عن السنة معلومة مفيدة نصيحة مفيدة تشاركها مع من تعرف ومع من لم تعرف أو لا تعرفه هذه المعلومة هي دعوة إلى الله اليوم أصبح أسلوب الدعوة إلى الله أسلوب إلكتروني بسيط كل واحد يستطيع أن يدعو إلى الله وهو في غرفة نومه بينما في الماضي كان الوضع يتطلب السفر والمشقة والحوار والإقناع اليوم وأنت جالس تستطيع أن تدعو إلى الله إذن العمل الثالث هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قلنا الصلاة على وقتها وذكر الله رقم واحد لأن الذكر الله لا ينفصل عن الصلاة وبر الوالدين وأيضا مع صلة الرحم لا ينفصل عن بعضهم والعمل الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة أعمال أنا بالنسبة لي أنصح بها في هذه الليالي العشر وخلال هذه الأيام العشر بالإضافة للعمل الرابع وهو مهم جدا وهو الصيام حاول أن تصوم هذه الأيام فإن لم تستطع على الأقل يوم عرفة صيام يوم عرفة تعلمون أنه يكفر ذنوب سنة مضت وسنة ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى إذن أنت لديك فرصة الآن لماذا تضيعها هو يوم يوم واحد فقط لا تنسى أن تصوم هذا اليوم ويفضل أن تصوم الأيام العشر لماذا؟ لأن هذه الأيام أيها الأحبة الله يحبها ويحب فيها العمل الصالح والصيام يعتبر عبادة عظيمة جدا هي العبادة الوحيدة التي يجزي الله بها إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي هذا حديث قدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهناك باب من أبواب الجنة الثمانية مخصص للصائمين هو الريان لا يدخل منه إلا الصائمون نسأل الله أن نكون جميعا منهم العمل الخامس أخي الحبيب أرجو أن تبدأ الآن بحفظ القرآن الكريم لأنه لن ينفعك شيء من الدنيا حفظ القرآن مهم جدا ليس مجرد رفاهية وليس مجرد أن تكسب معلومات وليس مجرد أن تتبرك أو للثواب لا 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 القرآن موسوعة علمية تاريخية فقهية فيه أسرار الشفاء فيه أسرار الأولين والآخرين فيه معلومات عن الكون عن الفضاء عن الأرض عن المخلوقات فيه نظام لحياتك فيه كل العلوم من علم الطب والهندسة إلى علم النفس إلى علم الجيولوجيا إلى غير ذلك فأنت عندما تحفظ القرآن إنما تضع في دماغك وفي صدرك وفي قلبك موسوعة علمية إلهية رائعة جدا فحفظ القرآن خلال هذه الأيام مناسبة جيدة لتبدأ الحفظ على الأقل ولو حفظت صفحة أو سورة إذن أنت بدأت وهممت ونويت قل بينك وبين الله سبحانه وتعالى يا رب أعني على حفظ القرآن في هذه الأيام أو على أن أبدأ مشروع حفظ القرآن في هذه الأيام المباركة والله سيوفقك إن شاء الله لهذا العمل المبارك لأننا جميعا أيها الأحبة لن ينفعنا بعد الموت إلا القرآن يأتي يحاجج عن أصحابه يأتي نورا لأصحابه في القبر تصور أنك تنزل إلى القبر الآن أحدنا قد ينتهي أجله في أي لحظة ويجد نفسه في ظلمات القبر ألا تريد نورا اليوم نحن لا نتحمل قطع الكهرباء إذن قطعت ساعة ساعة لا نتحمل الظلام نحاول أن نتلمس أي وسيلة لنضيء بها الليل طيب كيف أنت ستمضي حياتك في عالم البرزخ إلى يوم البعث في ظلام دامس القرآن سيشع نورا في قبرك ويوم القيامة ستسأل عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إذن أخي الحبيب انتبه معي حفظ القرآن هو شيء رائع جدا جدا العمل السادس الذي أحب أن أتحدث به اليوم ترك المعاصي هذه مناسبة أن تعاهد الله أنك لن تعصيه أبدا وهؤلاء الذين لا ينقضون المثاق الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا هؤلاء لهم درجة عالية جدا عند الله تبارك وتعالى في الجنة إذن أخي الحبيب ترك المعاصي هو عمل مهم كل واحد منا لديه معاصي تدخين النظر إلى النساء النظر إلى ما حرم الله أكلوا الربا الغفل عن كثير من الأعمال الصالحة إذن ترك المعاصي هذه مناسبة مهمة أن تترك المعاصي وترك المعاصي هو عمل يعني أنت عندما تترك النظر إلى النساء الفاتنات بما حرم الله مثلا تترك النظر إلى مشاهدة الأفلام الإباحية تترك النظر إلى مشاهدة أي شيء حرمه الله إنما هذا من أهم الأعمال الصالحة التي يحبها الله فعندما تنوي في هذه الأيام العشرة أن تترك المعاصي والله إذا كنت صادقا سيتوب الله عليك ويبدلك خيرا منها انظر معي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حقيقة يعني مهم جدا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إذن العمل السادس ابدأ منذ هذه اللحظة بترك أي معصية وعاهد الله قد تموت غدا فتموت على الإيمان على النية الصادقة أذكرك بذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين تسعا وتسعين نفسا قتلهم هذا الرجل ثم أتم بهم المئة ولما فكر بالتوبة أدخله الله الجنة بمجرد أنه نوى التوبة لم يتوب بعد إنما نوى يعني اجعل نيتك صادقة مع الله وقل يا رب أنا نويت أن أترك المعاصي منذ هذه اللحظة وأنت القادر أن تعينني وقادر أن تكرمني وأن تبدلني خيرا منها سيبدلك الله خيرا منها مئة بالمئة العمل السابع الذي أحببت أن أبثه لكم اليوم أيها الأحبة التسامح فوائد عظيمة جدا فوائد عظيمة جدا للعفو والتسامح والعفو اسم من أسماء الله ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في ليلة القدر أن نسأل الله باسمه العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فمن الأعمال التي يحبها الله أن تعفو عن الآخرين يعني إذا كان هناك شخص أساء إليك أن تبادر وتسامح معه لا تقطع أحدا فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم إذن العفو صفة عظيمة جدا وصفة يحبها الله طيب أنا كيف أتسامح مع من ظلمني هنا القوة أيها الأحبة الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد وليس الشديد بالسرعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالقوة والعضلات والسلطة والسيطرة والصوت المرتفع لا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ويتسامح والله يحب المحسنين والله مدح هؤلاء والكاذ من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه الثقافة نريد أن نعممها اليوم أيها الأحبة نريد أن نعمم ثقافة التسامح لأن التسامح يؤدي بك إلى طول العمر جامعة هارفرد قامت بدراسة طويلة جدا أثبتت من خلالها أن أكثر ما يؤدي إلى السعادة وطول العمر والحالة الصحية الجيدة والنظام المناعي النشيط والقوي هو التسامح أن تعفوا عن الآخرين لأن الغضب يسبب مشاكل في القلب مشاكل في الدماغ مشاكل كثيرة جدا نوبات الغضب تسببها للإنسان كيف نعالج كل هذا بالتسامح والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يعني التسامح هو على رأس حسن الخلق طبعا التسامح هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأعمال الصبر العفو حب الخير للآخرين الصفح عن الآخرين فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أحبتي في الله هذه أعمال سبعة أنا أقترح أن تبدأ بها الآن في هذه الأيام العشر إن شاء الله هي مناسبة جيدة جدا وأن تنوي أن تكون نيتك صادقة مع الله سبحانه وتعالى أن تنوي منذ هذه اللحظة أن تطبق هذه الأعمال وتنتهي عما نهاك الله عنه وتلتزم بما أمرك الله به لأن الله عز وجل سيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه فرصة لمحو الذنوب تماما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يجعلنا من عباده المخلصين وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة